كل الموازنات مالتنا على الاطلاق من الالفين وستة الى هذا اليوم هو بها عجز من ننقرها لكن من نهاية السنة يصبح فائض من نهاية السنة يصبح فائض فبالتالي اقل عجز ما موجود اقل عجز حقيقي انا اتكلم انا قلت لك قبل قليل اليوم عندنا مية وست وعشرين مليار موازنتنا اشقيت واحنا عندنا السنة تيجي اذا بقى اسعار النفوط هم معدل دعش مليار نصدر فبالتالي عندنا فائض كثير احنا عندنا عجز بالارقام لكن عندنا فائض بالحقيقة لذلك الاستقرار السياسي الذي نتكلم عنه سوف يعطي الاريحية للحكومة من ان تنفذ برنامج الحكومي طالما موجود اموال